السلام عليكم الهواتف مثلها مثل باقي الأجهزة بطبيعة الحال عرضة للعطب والتوقف عن العمل في أي وقت لذلك فشرح اليوم مهم جدا 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 لجميع مستخدمي الهواتف الذكية وخصوصا هواتف الأندرويد ففي هذه الحلقة إن شاء الله تشاهدون معي كيفية استخراج الملفات المهمة سواء كانت صور أو مقاطع فيديو أو جهات اتصال أي شيء موجود في الهاتف كيفية استخراجه عندما يتعطل الهاتف ويتوقف عن العمل أو لا يريد الاشتغال أو الشاشة مقصورة أو أي نوع من أنواع العطب سواء كانت مشاكل في الصوفتوير أو الهاردوير نفسه كان قصر الشاشة تعطل زر التشغيل أي مشكلة تمنعك من الدخول إلى هاتفك والولوج إلى ملفاتك سيمكنك مع الأداة التي أقدمها لكن إن شاء الله في هذه الحلقة أن تستخرج ملفاتك بدون أي مشاكل فكيف ذلك؟ هذا ما تشاهدوا معي إن شاء الله في هذه الحلقة أهلا من جديد عود دائما إلى العملاق دوكتور فون ونستخدم واحدة من أدواته المهمة جدا 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 وهي أداة Data Extraction Damaged Device يعني استخراج الملفات من الأجهزة المعطوبة نضغط عليها أنا أموما سوف أضع لك الرابط المباشر لهذه الأداة يعني لست بحاجة إلى تحميل برنامج دوكتور فون بالكامل يكفي أن تضغط على رابط الأداة لتحميل فقط هذه الأداة التي سوف نستخدمها في استخراج الملفات لكن إذا كنت تريد البرنامج بالكامل فسوف تجد أيضا رابط البرنامج إذا كما تريد معي مباشرة بعد الدخول إلى الأداة سوف أعطيك هنا أولا نوع الملفات التي يمكنك استعادتها في الجالري هنا يعني الصور إذا كنت تريد استخراج الصور الموجودة في هاتفك المعطل الذي لا تستطيع الدخول إليه ولا تستطيع استخراج ملفات منه أو الشاشة مكسورة لدينا أيضا الأوديو ملفات الصوتية الفيديو فيديوهات بطبع الحال ثم الـ documents أو الملفات النصية لدينا أيضا كل ما يتعلق بالواتساب وموفقاته من صور رسائل مقاطع فيديو أي شيء متعلق بالواتساب هنا ثم لدينا الـ Call History التاريخ الاتصالات أيضا يمكنك استخراجه لدينا أيضا الرسائل يمكنك استخراجها وبطبع الحال جهة الاتصال أو الـ contact إذا كنت تريد استخراج كل هذه الملفات تقوم بالتأشير عليها جميعا طبعة الحال أو فقط تتركها وتضغط على Next لكن إذا كنت تريد استخراج فقط نوع معين من الملفات وليكن مثلا فقط ملفات الصور أو الصور فتقوم أولا بإزالة التأشير من Select All وتختار الملفات أو نوع الملفات التي تريدها ثم تضغط على Next للإشارة هناك أيضا أداة موجودة هنا لإصلاح الهاتف في حال كان هاتفك لا تستطيع تشغيله تضغط على Fix My Break The Phone إذن على العموم نعود إلى موضوع استخراج الملفات أو إنقاذها نضغط على Next الآن كما تريد معي يعطينا خيارين Touch doesn't work or cannot access the phone يعني في حال كانت مثلا شاشة لمس في هاتفك لا تعمل أو ببساطة لا تستطيع الدخول إلى الهاتف فتختار هذا الخيار في الحالة الثانية إذا كان الهاتف يعني فيه الشاشة السوداء تظهر فقط شاشة السوداء لا تستطيع الدخول إليه أو أن الشاشة منكسرة شاشة الهاتف إذن Block المقصود Block Screen بطبيعة الحال وعندنا Broken Screen يعني الشاشة المنكسرة إذن تختار ما هي حالتك إما هذه الحالة أو هذه الحالة أختار أنا Block Screen إما أن الشاشة الهاتف لا يريد أن يشغل ثم بعد ذلك تختار من هنا إسم جهازك هذه الأداة لا زالت جديدة لذلك نجد فقط هواتف سامسونج في الوقت الحالي أقول في الوقت الحالي لكن مع الأيام والأسابيع يتم دائما إضافة أجهزة جديدة لذلك حتى إذا كنت تستخدم جهاز آخر غير سامسونج فتابع الشرح إلى آخر لتعرف أولا كيف يمكنك استخدام هذه الأداة في إنقاذ ملفاتك وعندما يتم إضافة بطبعة الحال جهازك سواء كانت Sony أو LG أو أي كانت نوع الهاتف فتعود إلى هذا المكان وتبحث عنها هل تم إضافته أم لا إذن أنا في حالتي سوف أستخدم الجالكسي نوت 3 هو الذي أملكه أضغط عليه هنا ثم من هنا يعطيك أن تختار رقم إصدار هاتفك بطبيعة الحال تجد في المعلومات الهاتف About Device أو عن الهاتف في هاتفك أن هذا هو هاتفي SMN9005 ثم نضغط على Next بعدها تكتب في هذا المربع Confirm لتؤكد العملية ونضغط على Confirm الآن يطلب منك إطفاء هاتفك كما تشاهد معي ثم الدخول إلى وضع التحميل إذن نقوم بمطالبه من البرنامج نضغط أولا على زر خفض الصوت وزر التشغيل زر Power ثم زر الهوم في نفس الوقت للدخول إلى وضع التحميل بطبيعة الحال على هذا الشكل ثم نضغط على زر رفع الصوت تم الدخول بطبيعة الحال إلى وضع التحميل الآن نقوم بربط الهاتف بالحاسيب من خلال قبل الشحن بطبيعة الحال أو قبل USB يتم التعرف على الهاتف في البرنامج كما تشاهد معي تم التعرف على الجهاز بنجاح وتبدأ الآن عملية استخراج الملفات من الهاتف المعطل أو الذي لا يعمل أو لا تستطيع الدخول إليه كما تشاهد معي أيضا في الهاتف سوف يتم إعادة تشغيله لا تقلق فقط أترك إلى أن ينتهي البرنامج من عمله للإشارة لن يحدث أي شيء لهاتفك لن تفقد أي شيء لن يتضرر أي شيء كل ما سيحدث هو أنك سوف تصل إلى ملفاتك وتستخرجها من الهاتف المعطل وبعد الانتهاء هنا مباشرة يعطيك معلومات خاصة بهاتفك وهنا يعطيك الملفات التي استرجعها أو استخرجها إن صح القول من الهاتف كما تشاهد معي يقول لي بأنه في الجالري عندي في مكان الصور عندي أربعة صور وقد استرجعها بكل نجاح فمهما كان عدد الصور موجودة في هاتفك سوف يستخرجها أو عدد ملفات عموما سواء صور أو غيرها بعد ذلك فقط تضغط على ريكوفر هنا ثم تقوم بتحديد المكان الذي تريد أن تضع فيه هذه الملفات أي كان ثم تضغط على ريكوفر كما تشاهد معي تمت العملية بنجاح وهذه هي الجالري المجلد تم وضع الصور فيه بنجاح كما تشاهد صور من نوع PNG موجودة في هذا المجلد إذن كما شاهدت معي البرنامج فعال جدا ومهم للغاية أنصح الجميع به مع هذا البرنامج لن تحتاج إلى أي تقنية لاستخراج ملفاتك من الهاتف المعطل تجد رابط تحميل الأدات أسفل الفيديو ورابط تحميل البرنامج بالكامل أيضا أسفل الفيديو اختر ما تريد وعلى أمل أن ألقاك أن إن شاء الله في الحلقة المقبلة دمت في أمان الله